كل سلام طيب يا سيادة الليوة وانت طيب يا فاني كل سلام طيب يعني حاولنا نقدم شيء من تاريخ حياتك حاجة عظيمة جدا جدا ده انا ما عرفش مين ده اساسي سيادة الليوة يعني هل حتى في العمل العسكري بيحتاج برضو لتفرد في الروح والفكر وما يوصف احيانا انه تجاوز يعني الجزء اللي اتحكى والحياتك حكيته لي في لقاءاتنا العديدة قبل كده ان حضرتك كنت مش قادر تستحمل ان هما مش فارق معاهم كده وبيمرحوا في بلدنا فقلت حقا خوف بصراحة حضرتك هو احنا طبعا كنا طلعين من وقت يعني عشان اللي انا عملته ده كنا طلعين من 67 هزيمة منقرة نفسيات متحطمة يعني احنا ما كناش حاربنا يعني واتهمونا ان القوات الجوية هي السبب النكسة فانا اعاوز احبال اي حاجة بس ارد الكرامة لطيرين الكرامة المصنوب طيرين اه فعشان كده رحت مطار عدو وعدت فوقهم انا كنت عاوز بصراحة اديهم بالقافة يعني بس اقاله دلوقتي يعني معلم عليهم اه والحمد الله تمت بخير ونزلت ست اللي هو يعني ما بين حرب اليمن اللي ساعاتك شاركت فيها بعد تخرجك مباشرة وتم تدريبك على الطائرة اثناء يعني قبل التخرج بالزبط يا فانا وبعد كده سبعة وستين والاستنزاف تسعة وستين وسبعين وحرب تلاتة وسبعين يعني مشاعر المقاتل المصري كيف كيف وجهت وكيف تغيرت وكيف احتفظ برباطة جأشه رغم الاختلافات الحادة في موقف الدولة اللي هو بيمثلها في مدان المعركة هو انا اقول حضرتك بالنسبة للطائرين مقاتلات بالذات طيارة المقاتلات بيبقى لازم يبقى آآ قلبه ميت آآ دي نمرة واحد آآ نمرة اثنين لازم يبقى تدريبه عالي جدا وعنده سنس عالي آآ طيارة المقاتلات بالذات بس هي حكاية ان لازم الشجاعة دي موجودة آآ اعلى درجات الشجاعة لازم يبقى عنده عند الطائر مقاتل لو ما كانش كده يبيموت يبيموت نزله يعني انا ما كنت مسك سيرب في طيار مثلا لقيته مش قوي آآ كإقدام وشجاعة كتطحية آآ مقاتلات لكن هو طيار كويس بس مفيش السبيرت مفيش روح للقتال مش حطت رعابته على كفه يعني زالنا بنقول الزبط فانا نزل راح الهليكوبتر بقى هايل جدا في الهليكوبتر آآ لان ما فيهاش بقى قتال آآ وخبرها ايه لازم لازم الطائر مقاتلات يبقى شاهل روحه على كفه آآ مات خلاص مش مشكلة يعني كلنا بنموت عايش يبقى لازم يحارب انا بتهيق لي كمان سيادت اللي هو انه قدرته على اخذ قرار في جزء من الثاني اهو دي بقى دي اهم حاجة في طائر مقتلات آآ الثانية حضرتك دي حاجة كبيرة قوي دي فيها عشر اجزاء واو ميت جزء فا احد المناورات اللي عملتها اخذت تقريبا مني واحد على عشر من الثانية عشان تفكير وتنفيذ واحد على عشر من الثانية آآ من الثانية واحد على عشر لو اتأخرت عن كدا كان ممكن اتضرب مم انه يتبلور القرار في ذهن ساعتك ويتم تنفيذه ان ده انسب حاجة ده كله لازم يتم من منتبس الصرح بالزبط لازم من منتبس الصرح طب مشاعر حضرتك كمقاتل مصري بقى ما بين اليمن والنكسة واستنزاف واكتوبر اليمن حضرتك روحنا زي الليتنا مم كنا بس بنقبض فلوس زيادة وبنطلع كان وقتها في زي مش وقف اطلاق النار يعني كان في مباحثات سلام وكده فكنا بنطلع بس ايه نعمل لهم فزع نعدي فوقيهم واطي وكده يعني وفلوس بتترمي في الارض بصراحة يعني ده بعض المحللين يا فندم قالوا انه كان مليون جنيه كل يوم الصبح بيتصبح فعلا بصها دلك رقم كبير قوي يعني انت تتحملوا مصر كمان يعني صراحة يعني اه للأسف هو انا كنت في الطيرين اليوم وضع خاص ففي مكان في صنعة كان بيت اسمو بيت الطيرين حاجة شديك قوي دي كانت ساعات تتم في مقابلات مع رؤساء القبائل المخابرة بتوعنا بيجوا يعني عشان مكان محصن يعني مكان كويس اللي انا عرفوا منهم كانوا بيدوا ذهب زكيبة ذهب كده لرئيس القبيلة هو رئيس يعشان يبقى معانا يومين ثلاثا بصلا العربية المية بتاعتنا اللي رايحة انفجرت ايه يا جماعة السعودية داته احنا ادينا واحدة هو اتنين السعودية اديه كسين ده ايه اللي بعلينا فكان ويست كان تضييع تضييع فلوس نلحق طيارة نطلع بيها ايه نشتبك ايه يومية ايه دي تدريب عملي على حرب تلاتة وسبعين اه تدريب عملي اه اول مرة كنا نشتبك مع العدو الاسرائيلي في الاستنزاف ايه ربنا وفقني وقدرت اوقع تلات طائرات معادية وحطة من الفانتوب كمان اه يعني وقعت حطة كمان لان النمرة تلاتة بتاعي هو اللي اضربها وانا اللي حميتها يعني اللي عملت المناورة اه فانا ليا حطة اشتركت فيها اه ليا حطة عني